بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل مصابنا بإمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أيضا سؤال آخر نطرحه أو ربما يطرح أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لماذا خير أصحابه بين البقاء والرحيل عنه لو استقرأنا التاريخ أيها الأحبة لم نجد أي قائد في العالم على مر العصور يخير جنده بين البقاء معه والرحيل عنه إلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خير أصحابه ليلة العاشر من المحرم قال هذا الليل فاتخذوه جملا فليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي القوم إذا وفروا بي استغلون عن غيري فخيرهم بين البقاء والرحيل فكل قال مقالته هنا نسأل لماذا يخير الإمام أصحابه وكما أسلفت لا يوجد قائد بالعالم يخير أصحابه بين البقاء والرحيل بل يجبرهم على ذلك والذي يتنحى يعاقب أشد العقوبات تصل إلى الموت إذا ضفر به لكن الإمام الحسين روح يفده يخير أصحابه فحينما يقول كل كلمته يكشف عن أبصارهم فيرأى كل موضعه في الجنة طبعا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أيضا يريد أن يغربل يريد أن يصفي ويريد أيضا أن يبين مدى عظمت هؤلاء للتاريخ حتى هو طبعا هؤلاء يعرف نياتهم يعرف نياتهم وهو الذي يقول للسيدة زينب بعد أن تسأله استشفت أصحابك نياتهم أخشان يسلموك عند الوثبة فشيقول أخيز زينب بلوتهم اختبرته فرأيتهم يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل إلى محالب أمه فيريد أن يبين للتاريخ أي أصحاب هم أصحابه وهو الذي يقول ألا وإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي أولا الوفاء عند هؤلاء بعد ما أنه عرف نياتهم وكل قال مقولته شنو بعد ولا هالبيت أبر ولا أوصل يعني أوصل للرحم عند أخوة عند أولاد عمومة عند أولاد أخ كيف أنهم أولا طاعة لإمامهم والجانب الآخر صلة الرحم والوفاء عند أصحابي ألا وإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاهم الله عني خيرا لذلك انظروا أحبتي انظروا إلى أصحابه واحد فد نموذج من هؤلاء يقف الإمام يصلي صلاة الظهر وهو سعيد بن عبد الله الحنفي يقف أمام الإمام يقيه بالسهام كانت السهام تأتي الرماح تطعن يطعنون بالرماح يضربون بالسيوف وهو واقف صامد صلب حتى أتم الإمام عليه الصلاة والسلام صلاته فوجدوا في بدنه ثلاثة عشر سهما غير الضرب والطعن الطعن بالرماح والضرب بسيوف يلتفت إلى المولى أبي عبد الله ماذا يقول أوفيت يا ابن رسول الله أنا وفيت حقك له بعد مقصر يعتبر نفسه مقصر هذا فد نموذج من النماذج وإلا ذلك أتكلم عن هذه النماذج الرائعة الراقية يحتاج إلى وقت طويل لكن حلقاتنا قصيرة أوفيت يا ابن رسول الله قال نعم أنت أمامي في الجنة لذلك سمي سعيد بن عبد الله الحنفي بشهيد الصلاة أو أول من سمي بشهيد الصلاة وقف يقل الإمام وبعد ذلك يعتبر نفسه مقصرا هكذا هم أصحاب الحسين والإمام يقول ألا وإني ألا وإني لا أعلم لا أعلم يعني علم الأولين مقل لم أرى ولم أسمع لا أعلم والعلم أعمه من البصر والسمع لا أعلم يعني قبل حتى حياته بالدنيا وبعد حياته أما ذلك قال لم أرى لم أسمع خلال حياته أما يقول لا أعلم هو إنما يكون قبل حياته وبعد مماته استشهاده لم يعلم أصحابا أوفا ولا خير من أصحابه مادم إلى يوم القيامة ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيته ويدعو لهم فجزاهم الله عني خيرا لذلك تجد المؤمنين على مدى الدهر يقفون أمامهم يقولون لهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها ذفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر